موسيقى المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات الليلة موسيقى مائة وسبعون ليبيا ضخايا مجزرة جديدة لداعش في مدينة سرد هل يستبق التنظيم مصيره في المشرق بحروب في المغرب العربي لا نقبل أن يقسر أي من حلفائنا أو يؤزل أي من حلفائنا سيد نصر الله لا يستبعد النزول إلى الشارع لدعم التيار الوطني الحر ويشدد على التفاهم على قاعدة الشراكة الوطنية وضمانة للاستقرار مجزرة إرهابية هي الأكثر دموية لداعش في المغرب العربي كانت مدينة سرد الليبية مسرحها بعد ذبح المصريين والإثيوبيين قبل عدة أشهر وتفجيرات تونس هل افتتح داعش حروبه في المغرب العربي استباقا لاحتمال هزيمته في المشرق تساؤلات كثيرة حول نتائج الحرب الأطلسية على ليبيا لإسقاط نظام القذافي هل يمكن لدول المغرب العربي وضع استراتيجية موحدة لمواجهة داعش من دون الوقوع في الفخ الغربي هذا محور المسائية الأول ونناقش في المحور الثاني أبعاد تهديد السيد حسن نصر الله بالنزول إلى الشارع إلى جانب التيار الوطني الحر وتأكيده مجددا على ضرورة الالتزام بالشراكة الوطنية لتحقيق الاستقرار هل سيدخل الحزب المعترك المطلبي نتوقف قبل نقاش هذين الملفين مع موجز للأخبار أهلا بكم استشهد خمسة عشر عراقيا وجرح خمسون في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة بالقرب من معارض الحبيبية شرقية العاصمة بغداد قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات وتوقت قوة أمنية مكان الحادث ومنعت من الاقتراب منه في سوريا صدت الليجان الشعبية هجوما للجماعات المسلحة على بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب الشمالي من محور الصواغية وطعوم المسلحون كانوا قد قصفوا البلدتين بأكثر من ثلاثمائة قضيفة ما أدى إلى استشهاد شاب وطفل هذا وألقت المروحيات السورية كميات من المواد الغذائية والخبز إلى أهل البلدتين المحاصرتين ذكرت وكالة سبوتنيك أن روسيا سلمت سوريا ست طائرات حربية من طراز ميج 31 في إطار اتفاق تسليح بين البلدين وأضافت الوكالة أن هذه الطائرات وصلت إلى مطار المزة العسكري قرب دمشق وشملت عملية التسليم أيضاً صواريخ مضادة للدروع من طراز كورنت خمساء المتطورة ومدافع من عيار 130 ملي متراً أعلن الجيش التركي مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة ستة آخرين في تفجير وسرعت السلطات لاتهام حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراءه وقال بيان الجيش أن الانفجار وقع على أحد طرقات محافظة بنجول في منطقة كارليوفا في شرق تركيا وبذلك يرتفع إلى 39 عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا منذ بدء الغارات التركية على مواقع العمال الكردستاني أواسط الشهر الماضي استشهد 14 مواطناً يمنياً بينهم 10 في غارة على قرية العسيلة في حارض بحجة غرب اليمن فيما استشهد أربعة يمنيين بينهم أطفال في غارة على قرية السد في إب وسط البلاد الغارات استهدفت أيضاً منطقة السقة في مدرية السد شمال محافظة إب ومنطقة مران في مدرية حيدان في سعد شمال اليمن في تعزوة فيما أعلن أنصار رئيس هادي السيطرة على مبنى المحافظة تتواصل الاشتباكات في عدد من أحياء المدينة وقرب القصر الجمهوري وفي عتق عاصمة محافظة شبوة شهدت المدينة عمليات نهب للمؤسسات الحكومية بعد انسحاب الجيش واللجان منها أوقفت السلطات اللبنانية أحمد الأسير المتهم بارتكاب جرائم إرهابية تصل عقوبتها إلى الإعدام والهارب منذ السنتين مصدر أمني لبناني أكد للميادين أن أحمد الأسير تم اقتياده من قبل الأمن العام من داخل الطائرة التي كانت متوجهة إلى القاهرة مشيراً إلى أن وجهة الأسير لم تكن مصر بل نيجيريا عبر القاهرة وأضف المصدر أن كل ما يتم تدوله عن عملية توقيف غير دقيق وأفد مراسلنا بأن القوى الأمنية أوقفت شخصاً في صيدة للاشتباه بعلاقته بالأسير مجزرة جديدة ارتكبها تنظيم داعش في سرط وسط ليبيا ذهب ضحيتها 169 شخصاً غالبيتهم من أبناء قبيلة الفرجان فيما أقدم داعش على صلب 12 شخصاً وفصل رؤوسهم عن أجسادهم ما دفع بدار الإفتاء إلى الدعوة لحمل السلاح ومقاتلة التنظيم وعلى خلفية الأحداث الأخيرة في سرط تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة بطلب عاجل إلى جامعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة على مستوى المندوبين داعش يمثل بالمدنيين في مدينة سرط الليبيا جثت المقطوعة الرأس على الطرقات وإحرق مرافق صحية بمن فيها وقتل أئمة وإطلاق اسم أبو مصعب الزرقاوي على مسجد قرطبة في المدينة غيض من فيض المجزرة التي ارتكبت في المدينة خلال أربعة أيام والتنكيل الذي عاناه سكانها اندرعت الشرارة لدغتها للتنظيم شيخ السلفيين خالد بن رجب إمام مسجد قرطبة والمنتمي إلى قبيلة الفرجان ما أدى إلى انتفاضة شبان القبيلة ضد التنظيم مدعومين بقبيلة القذة شبان سرط حصر موقع التنظيم في المقر الحكومي ومحيط قاعة وجدوغو معقله الأساس معركة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة من قذائف وراجمات وأسلحة ثقيلة الحي الثالث في المدينة شهد عمليات انتقامية للتنظيم حيث تعرض للإبادة بضربات عسكرية عنفة بحسب المؤتمر الليبي العام المنتهية ولايته في ترابلوس فالحي تقطنه غالبية من قبيلة الفرجان سبق وأن توعدهم تنظيم أنصار الشريعة المبايع لداعش بالصلب وهدم البيوت وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ دعت القوات التابعة له والطوار إلى النزول إلى المدينة وإنقاذ من يمكن إنقاذه من المدنيين وسط موجة نزوح هائلة غرب وشرق المدينة الطائرات الحربية التابعة لترابلوس قصفت مواقع لداعش في منطقة الزعفران بضواحي سرط الغربية معركة استأسد التنظيم فيها على المدنيين بعدما أصبح ومنذ نحو ثلاثة أشهر الأمير الناهية في سرط شرقية العاصمة ترابلوس بعد انسحاب قوة فجر ليبيا منها وانشغال الجيش الليبي بمحاربة المسلحين في بنغازي شرقا ما جعل داعش يحاول التقدم شرقا نحو درناء المسؤولون في ليبيا طالبوا المجتمع الدولي بالالتفات إلى ممارسة داعش في البلاد تماما مثل ما يهتمون لتجاوزاته المماثلة في سوريا والعراق وغيرها فحكومة طبرق تقدمت بطلب عاجل إلى جماعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة على مستوى المندوبين لبحث مجازر سرط الأخيرة مع إمكانية رفع خضر السلاح عن الجيش الليبي لتوازي أدواته ما يقع تحت أيدي داعش من معدات حربية لمناقشة هذا الملف الأول في المسائية معي الآن مباشرة من القاهرة أستاذ القانون الدولي وعضو الحركة الوطنية الشعبية الليبية الدكتور عبد السلام إسماعيل أصعد الله مسائك دكتور وأرحب هنا في الستوديو بالخصائية في القانون الدولي والعلاقات الدولية دكتورة ليلى نيخولا الرحباني أصعد الله مسائك دكتورة أبدأ معك دكتور عبد السلام من تأثير هذه المجزرة دكتور عبد السلام إسماعيل على الداخل الليبي هل باعتقادك ما جرى في سرط سوف يدفع القواء المحلية إلى مزيد من التنسيق فيما بينها أو حتى يستنفرها للتوحد لقتال تنظيم الدولة داعش هل تعتقد أن المجزرة سوف تدفع إلى ذلك أولا أهلا وسهلا أحييك أخي كما لضيفتك الكريمة أيضا ما حصل في سرط وما تعرض له أبناء قبيلة الفرجان هذا أمر مسبوق ولم يكن حالة معزولة أخي يعني شهدنا المذابح كل يوم في بنغازي وفي درنا وفي سبهة وفي سرط وقبل مذبحة الحية رقم ثلاثة كان هناك مذبحة الحية رقم اثنين أخي صحيح يعني ولم نشهد يعني ولم نشهد استنفار زي ما تفضلت حاضرتك يعني لمن يدعون الوطنية أو الاسماء وأنا أتأمل يعني أن يكون هذا الأمر يستفز ما تبقى من النخوة عند الليبيين وتنهض القوة الوطنية في ليبيا ويعني تخرج من الدوائر اللي وضعت فيها نفسها منذ 2011 إلى مصاف الدوائر الوطنية اللي تفضلت بها حاضرتك وهذا الأمل يعني يعني بدرجة كبيرة من التفاؤل يعني طيب أعتقد أن طيب إذا ما أردنا دكتور عبد السلام أن نرصد من خلالك ردات الفعل داخل داخل ليبيا يعني المزاج العام لدى القوى السياسية وأيضا القوى العسكرية المتقاتلة طبعا فيما بينها لكن المزاج العام في ليبيا بعدما جرى بعدما شرحت أكيد هذه ليست أول مزرة لكن ما جرى اليوم يوم أمس هو بشع للغاية عملية صلب وفصل الرؤوس يعني هناك نوع من ما يوجب الصدمة الإنسانية وبالتالي ما هو المزاج الآن داخل القوى السياسية الليبية نعم أخي خلي نكون معك صريح يعني الشعب الليبي بطبعه شعب معتدل وشعب وسطي وشعب مسلم ودين ولكن يعني بطبعه يرفض التطرف ويرفض القتل والقتل بهذه البشاعة بغض النظر على الدين أو الانتماء هو مرفوض طبعا ونفسية الليبيين يعني في هذه الأثناء سيئة جدا ولكن دعني أقول أخي من شنق الشوشان في سنة 2011 وأصدر عليه حكم فوري وصلبه في درنة من شنق في الميدان في بنغازي يجب أن نتذكر هذا جيدا صحيح الناس اللي يتكلمون الآن هم اللي عملوا العباء والغطاء على هذه الحركات التكفيرية الإرهابية أخي يجب أن نعلم جميعا أن ما يحصل في ليبيا الآن يقوم به تنظيم متعدد لجناس يجب أن يعلم الجميع أن المكونات الموجودة الداعشية التكفيرية الأعداد الليبيين فيها قليلة جدا طيب يعني أنت تشير إلى مسألة إلى مسألة دكتور إلى مسألة تستحق التوقف عندها فعلا وهو متى دخلت داعش إلى ليبيا تحديدا وهل كان يعني هل دخلت تحت تعباءة أو تحت غطاء أو تحت الستار أو استغلت ظروف ثورة 17 فبراير دكتورة ليلى الرحباني تسمح لي أخذ رأي ضيفتي هنا دكتورة الرحباني في حجم تنظيم داعش في ليبيا وفي المغرب العربي عموما المجزرة تؤشر إلى أن التنظيم يزداد قوة في تلك المناطق بدي مسي على ضيفك أيضا مسألة خير استاذ عبد السلام بدي أقول أن الموضوع داعش نحن لما نحكي عن ظاهر الداعش قد يتخيل لبعض المراقبين وكأن داعش هي ظاهرة مستوردة على هذه الدول العربية وكأن ظهرت فجأة أو سقطت علينا من السماء أو ستوردة من الخارج لا بالحقيقة أن داعش هي بنت هذه أو هي صنيعة هذه المجتمعات صنيعة هذا الظلم هذا التحريض المذهبي والطائفي في هذه المجتمعات وأتى بعض الخارجين من الخارج أتوا إلى مساندة هذه الأموة أحيانا استبدوا أو أحيانا أخذوا الشعوب المقهورة إلى حيث لا تريد نعم أنا أعتقد أنه حتى السوريين وحتى الليبيين ولما كنا نعرفهم هني نعرف أنهم شعب معتدل لكن من أني داعش؟ يعني هني ناس من العراق ناس من سوريا ناس من المغرب العربي ناس من ليبيا أنا لا أعتقد أنه حجم التنظيم قد يكون بهذا الشكل في ليبيا وهو أن يكون مستورد من الخارج أو أنه أتى في هذه اللحظة من الخارج يعني ما قاله الدكتور عبد السلام إسماعيل قبل قليل بأنه يتحدث عن ما جرى من قتل بشع في العام 2011 2012 يعني بوقت مبكر أقصد تعرفي هذا ما جرى تماما في سوريا البعض يقول بأنه هذه الجماعات دخلت ولكن كان هناك نوع من التعمية عليها نوع من عدم إظهارها الآن هي تعبر عن نفسها لأنه انتهى مكان هدف إخفائها وهو إسقاط تلك الأنظمة في البلدين نعم بالطبع أنا مثلا ظاهر الداعش في هذا المشرق أو المغرب العربي أنا لا أريد أن أفصلها عن كل هذه المخططات التي تجري في المنطقة يعني حتى لما نقرأ بعض التقارير السابقة أو التقارير الأمريكية أو حتى نقرأ بعض المفكرين الجهاديين يتحدثون عن ما يجري الآن في هذه المنطقة أنا أتصور داعش تم تغذيتها وتم تقويتها وتم رفضها بالأسلحة وبالأدوات التكنولوجية لتظهر عن نفسها وتم السماح لها بارتكاب هذه الفضاعات بالنهاية ارتكاب هذه الفضاعات ليست بدون هدف القتل ليس فقط للقتل هذه المجازر التي تحصل ليست فقط لمجرد أن هناك رغبة بالقتل وهي تحصل بالعكس هناك رسائل سياسية ورسائل ميدانية توجه من خلال هذه الفضاعات التي تحصل أحيانا توجه للداخل وأحيانا توجه للخارج والموضوع الليبي الذي حصل بالنسبة لهذه المجزرة يشبه ما حصل في العراق منذ يومين أنه 300 قتيل وجريح في مجزرة واحدة ارتكبتها داعش يعني هناك تشابه في هذا الموضوع من أين أتى التنظيم بهذه القوة فجأة ونحن نعرف أن التنظيمات تحتاج إلى فترة طويلة من التراكم التكنولوجي والتراكم العسكري والتراكم الاجتماعي لكي تكسب تأييد أنا أتصور أن هناك جهات خارجية أيضا قد ساهمت أو استغلت الوضع الفوضى الذي خلقته سقوط الأنظمة بهذه الطريقة وخلقت نوع من الرعب الذي يريد أن يفتك بهذه المجتمعات يعني نحن لما نحكي عن ترر أو إرهاب أو ترعيب فهي هذا جزء من الترهيب الذي توجهه للمجتمعات كجزء من الحرب النفسية الذي تفرضها طيب دكتور عبدالسلام إسماعيل الحكومة الليبية طلبت وجهات ليبية طلبت اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين ردت الجامعة سنرى نحدد موعد لم تحدد موعد حتى الآن سنجري مشاورات الاجتماع سيكون أقصى حد على مستوى المندوبين طيب عندما كانت ليبيا أو كانت ثوار ليبيا يطلبون اجتماع الجامعة العربية من أجل إسقاط القذافي بـ 24 ساعة يعقد الاجتماع وعلى مستوى وزراء الخارجية وتتخذ فيه قرارات فورية ويخرج مفتي ليفتي بالفتوى على الهواء مباشر وكل هذا ودعوة الأطلسي وقرار من الأمم المتحدة 1973 يعني كل هذا تحرك بسرعة الآن طيب ما يجري مثل ما كان يفعل القذافي أو أكثر قليل يعني مما كان يفعل القذافي طيب لماذا لا يتم التحرك الآن كما كان يتم التحرك سابقا هنا يقتل ليبيين وفي ذلك الفترة كان يقتل ليبيين والله أخي أحييك على هذا السؤال يعني أحييك كثيرا مع التحفظ على عبارة كما يفعل القذافي أنا كنت في ليبيا 8 شهور والذي كان يقتل هو الشعب الليبي بصواريخ الناتو ونحن كلنا كنا في معركة وطنية للدفاع الليبي ضد الناتو ولم نشهد ونائب طرابلس لم نشهد قتل ولكن خلينا من هذا الاختلاف أنا نقلت لك ما عندي رأي دكتور عبد السلام في هذا الموضوع أنا نقلت لك ما كان يقال في تلك الفترة لا بس لا بس كويس ولكن أخي خلينا نسمي الأمور ومسمياتها المجتمع الدولي علشان ما نخصصش للعرب والعرب ما هو مش في حساباتنا للأسف من كثير المجتمع الدولي يمارس النفاق الشديد في هذا الأمر أخي المجتمع الدولي يدعم داعش في سوريا ويدعم داعش في العراق ويدعم داعش في ليبيا وزي ما تفضلت سيدتي الكريمة قبل قليل يعني من أين جدت هذه الأموال وهذه الأسلحة وهذه القدرة التنظيمية وكيف عبروا هؤلاء الأطراف العابرة للحدود كيف عبرت هذه القوة من الشيشان ومن أفغانستان ومن تركيا ومن قطر سيدي يجب أن تعلم أن التنظيم داعش في سرط المفتي فقط ليبي الرئيس السعودي والمساعد يمني كيف مروا وكيف عبروا العالم يسهل هذه الأمور يا أخي وليبيا الآن تركت لوحدها الشعب الليبي ترك لوحدها ونحن يا أخي أنا أدعو العالم أن يرجع إلى خطابات الخطابات الرسمية في ليبيا الخطاب الرسمي الليبي في سنة 2011 نبهنا كثيرا وتكلم الجميع عن أن ما يحصل هو يعني غطاء لخلق دولة فاشلة وخلق نظام منهار وقلنا أن اللي يحصل رأىه تمرير للقاعدة وكان هناك حديث مبكر دكتور كان هناك حديث مبكر عن وجود القاعدة وكان يقال هذه أساطير كانت الصورة واضحة سيدي كريم كانت الصورة واضحة سيدي أمامنا كما هي واضحة في سوريا كما هي واضحة في العراق الصورة واضحة بكل تجلياتها ولكن العالم تعامى أو العالم مارس النفاق في تلك الفترة ومازال للأسف مازال العالم مارس النفاق وترك الشعب الليبي في أحلام أنا أخي أتساءل من خلال برنامجك الطيب أين الذين كانوا يتحدثون عن الحرية وعن حقوق الإنسان وعن حماية المدنيين وين السيد شلقم وأين دموعه وأين السيد دباشي في الأمم المتحدة وأين بكائه وأين الحالمين المحامين زملائي أنا قانوني أين زملائنا المحامين الأحياء منهم ذبحوا المحامين في ليبيا هذا يحتاج لتفسير يا دكتور عبدالسلام ذبحة سيدة ليلة بوزعكوك المحامية أين المحامين الحالمين بالحرية والديمقراطية أين هم وأين المتباكين اليوم الشعب الليبي ترك القذاب فتركوا الفرجان تركوا أولاد سليمان تركوا في هراوة أين المدافعين حقوق الإنسان سيدي الكريم أنا أقول لك خلاصة أنا لا أتأمل شيئا في جامعة الدول العربية سر البلا كل البلا في جامعة الدول العربية من أين تأتي الأموال سيدي الكريم أموال تأتي من الخليج أموال النفط تأتي للموت الليبيين في الخليج وفي سوريا وفي العراق دكتور عبد السلام أنا سأخذ نفس التعليق من الدكتورة الرحباني أو تفسير هو أكثر منه تعليق لعدم فعالية الجامعة العربية كانت فاعلة في ليبيا عندما أرادت إسقاط القذافي كانت فاعلة فعلا وقالت أن هناك مدنيين يقتلون وتأخذ قرار دولي لحماية المدنيين ليس فقط العرب على مستوى الدول أخذ قرار بحماية المدنيين وتدخل الناتو طيب الآن الناتو أين هو من المجزرة التي جرت في سرط هذا يحتاج إلى تفسير فعلا فعالية وعدم فعالية جامعة الدول العربية مرتبطة بماذا يعني للأسف جامعة الدول العربية كانت تأتمر بأوامر خارجية يعني يقولون لهم اجتمعوا لكي تتحدثوا عن عدم شرعية الرئيس الأسد أو عن يجب الإطاحة بالقذافي أو إلى آخره يعني نحن ما كنا معاولين على جامعة الدول العربية ولكن موضوع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحديد يعني نحن لأول مرة بتاريخ القانون الدولي يطبق نحن في قانون يعني جديد أو مفهوم جديد بالقانون الدولي يقال اسمه المسئولية في حماية المدنيين وأول تطبيق فعلي كان بالإطار النظري أول تطبيق فعلي في المسئولية في حماية المدنيين كان التطبيق في ليبيا ولكن المشكلة كما حصل في العراق في السابق يعني المجتمع الدولي أو ما يسمى المجتمع الدولي لم يتطعز من مبدأ أنه تحول العراق أنه فرض الديمقراطية بالقوة ليست صالحة لقد تحول العراق إلى دولة فاشلة ما زال يقتل لغاية الآن كذلك أعادوا الكرة في موضوع في ليبيا عندما أصدروا القرار 1970 و1973 وذكروا فيه المسؤولية في حماية المدنيين وعندما قيل أنه الناتو يعني يقصف من المدنيين أكثر مما قتل القذافي فيه كما قالوا يعني يعيدنا بالذكرى إلى ما قالته مادلين أولبرايت عن العراق أنه مقتل أطفال العراق هي أضرار جانبية تستحق أن يقتل هؤلاء الأطفال من أجل عراق حر الموضوع أنه المجتمع الدولي يمارس نفاق أنه فلنسقط القذافي ثم نرى فيما بعد ماذا يحصل أو نعيد ترتيب الدولي الليبي فيما بعد المشكلة أنه ليبيا باتت درسا الآن لكل ممارسات مجلس الأمن خاصة المسؤولية في حماية المدنيين وللأسف أنه الليبيين دفعوا لكن قال الدكتور عبدالسلام بأنه كان هناك تحذير فعلا أنا كنت أتابعك في وقت الحرب وكان هناك تحذير تقارير تقول بأن القاعدة تدخل إلى ليبيا القاعدة تدخل تحت غطاء أو عباء الثورة إلى ليبيا وجود في سوريا بالمناسبة في 2011 قيل بأن القاعدة تدخل إلى سوريا والجماعات القاعدة كان يقال أنه هذه أساطير وهذا دعاية تقوم بها النظام الليبي أو دعاية يقوم فيها النظام السوري بتقديرك كان المجتمع الدولي يعرف أو لا يعرف كان مضلل أو كان يعرف لا لا أكيد كان يعرف ولكن المشكلة في المجتمع الدولي ونحن بدنا نحكي مش عن المجتمع الدولي عن نحكي عن قوة كبرى عن قوة كبرى يعني الغارب بالتحديد المشكلة أنهم أنه يستخدمون الإرهاب كوسيلة يعني ما عندهم مشكلة بأنه يستخدموا أي شيء كوسيلة في تحقيق غاياتهم المشكلة هون بالتحديد بليبيا أنه الإرهاب والقاعدة استعملت للإطاحة بالقزافة ولتغيير موازين القوى الأمريكيين غير مستقين من موجود القاعدة لا في سوريا ولا في العراق ولا في ليبيا المشكلة الآن تتبدى عند الأوروبيين وعند الغربيين لأنه هون المصالح بلشت تتباين بين الأمريكيين والأوروبيين الأوروبيين الآن لماذا يهرعون لمحاولة القيام بمؤتمر جونيف أو للقيام بحل سياسي في ليبيا لأنهم لأنه تقريبا 250 ألف مهاجر أتوا إلى الاتحاد الأوروبي من البحر الأبيض المتوسط يعني من الشرق الأوسط ويقال أنه أجى من ليبيا تقريبا الكمية الأكبر منهم من ليبيا والمشكلة الأكبر يعني هيك هنا مشكلة مهاجرين يأتونا إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي لا يريد هذا الكم من المهاجرين المشكلة الأكبر أنه يتغلغل مع المهاجرين أطراف منها إرهابية تأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتهدد الأمن القومي الأوروبي دكتور الرحباني أرجو أن تبقي معنا أيضا الدكتور عبد السلام فيما أثبتت جولات الحوار السياسي الليبي أن المصالحة بين أطراف الصراع تراوح مكانها يبقى أمل الصلح معلقا على جلسات الحوار المرتقبة في المغرب والتي تهدف إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن هل ستعيد القوى الليبية حساباتها بعد مجزرة سرط وتذهب إلى الاتفاق مباشرة التقرير محسن ساسي على أمل اتفاق قريب انفض الحوار الليبي في جناف خلال الأسبوع الثلاثة المقبلة من المتوقع أن تستأنف في مدينة سخيرات مغربية جلسات الحوار بين المؤتمر الوطني العام في ترابلوس وبين مجلس النواب في طبرق وبقية أطراف الصراع في الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة وكانت الحكومة الليبية وبقية أطراف الصراع قد تعهدت الأربعاء الماضي في ختام جلسة الحوار الليبي في جناف بالتوصل لاتفاق مصالحة شامل ينهي الأزمة الليبية خلال تلك الفترة وحول جدول أعمال المباحثات المتوقعة بين الأطراف الليبية في الصخيرات عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برنادين ليون عن نيتهم الساية لمناقشة حكومة الوحدة والملاحق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة غير أن طبيعة الخلافات بين المؤتمر الوطني وبرلمان طبرق المعترف به دوليا لا يبدو أنها ستعجل في اتفاق أطراف الصراع الليبي ولا سيما أن جوهرها يكمن في الأسماء المرشحة لحكومة الوحدة فضلا عن الخلاف على وضع القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر وكان ممثلون لبرلمان طبرق وقعوا قبل شهر في مدينة الصخيرات مسودة اتفاق معدلة عرضها ليون ورفض المؤتمر الوطني العام توقيعها المسودة نصت على تشكيل حكومة وحدة مدة ولايتها عام واحد واعتبار برلمان طبرق السلطة التشريعية الوحيدة متابعون للشأن الليبي يرون أن إعلان رئيس الحكومة المؤقت عبداللتاني استقالته قد يسهل عرض الأسماء المرشحة لترأس حكومة الوحدة المحتملة غير أن لا تمسك المؤتمر الوطني بشرط إزاحة حفتر المعين في مارس آدار الماضي قائدا عاما للجيش من قبل برلمان طبرق واتهمه بارتكاب جرائم حرب في بنغازي يعد مصدر التوتر الأول في الحوار الليبي دكتور عبدالسلام إسماعيل في القاهرة ولحن نستعرض هذا الحراك السياسي في التقرير الذي أوردناه قبل قليل ربطا بما كنا نتحدث عنه من وضع أمني صعب في ليبيا هل تعتقد بأن المخاطر تنظيم داعش في ليبيا أيضا الوضع الأمني الحالي في ليبيا سيدفع القوى السياسية إلى إنجاز المصالحة بشكل سريع وبتقديرك في المغرب الحوار المنتظر سيحدث اختراق أولا قبل كل شيء أحيي المغرب الحبيبة المغرب الشقيقة وهذا بمعزل عن الموقف مما يجري في المغرب أما المغرب فنحييها سيدي بمجرد ما تم تسمية السيد ليون خلفا لسابقه المجتمع الدولي أعلن أن هذا هو حدود حدود ما هو منتظر مني المساعدة في الموضوع السياسي زي ما تعرف حضرتك ومتفضت الأستاذة قبل قليل أن العالم الآن التدخل فيه هو تدخل القادر والراغب وليبيا لا يرغب أحد التدخل فيها لم نعد أمام آليات الفصل السابع وإلى آخره الآليات التقليدية الواردة في الميثاق ولكن تطور الأمر إلى آليات القادر والراغب لم تفعل المادة 43 على الإطلاق ما يجري الآن هو يعني اللي عنده قدرة يتدخل والدليل على ذلك أن حلف الناتو الدفاعي وفق المادة الخامسة منه حلف دفاعي أصبح حلف وجومي يعمل خارج دستور متاعها على العموم الأمم المتحدة قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه هي المساعدة السياسية وعلى الليبيين أن يفهموا هذا أما ما يتعلق بالأمال والطموحات فيما يجري في المغرب مع التقدير الشديد للمغرب ونحن مغاربيين كلنا ولكن هذا يبقى نوع من الحوار البيني البيني اللي يغيب فيه أغلب مكونات القوى الوطنية الليبيا مايش موجودة فيه ولهذا إذا اتفقوا هؤلاء الناس في الصخيرات أو في جينيف أو إلى آخره سوف يرجعوا إلى المربع الأول لم يكنوا متفقين مع بعض في 2011 وعملوا حكومة وفاق أولى وحكومة وفاق ثانية وبعدين اختلفوا هؤلاء الناس مصيرهم للاختلاف لأن القوة الموجودة في طرابلس هي القوة الداعشية هي القوة الظلمية القوة التكفيرية هي المسيطرة على طرابلس هم يحاولوا يتفقوا مع الإخوة بعض القوة الوطنية اللي موجودة في طبرق يحاولوا يتفقوا على بعض الأشياء ولكن حتى لو اتفقوا فالمقال إلى الخلاف لأن التجربة حصلت في 2011 و2012 وبعدين اختلفوا في 2013 و2014 حتى إذا اتفقوا هؤلاء الناس هم كانوا متفقين هم كانوا متفقين في الأساس أشكرك جزيلا شكر دكتور عبد السلام إسماعيل أستاذ القانون الدولي وعضو الحركة الوطنية الشعبية الليبيا كنت معنا مباشرة من القاهرة ونغلق هذا الملف المتعلق بليبيا لنفتح الملف الثاني تبقين معنا دكتورة ليلى لنفتح معك الملف الثاني في المسائية بعد الفاصل مجددا حياكم الله في موقف حمل الكثير من الأبعاد والرسائل أكد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله رفضه أي محاولة لكسر الجنرال ميشيل عون أو عزله فهل محاولة كسر عون تتجاوز مسألة الانتخابات الرئاسية إلى محاولة التأثير على دور المقاومة سار الحاف والتفاصيل تعطي الانتخاب رئيس جديد للجمهورية هي مسألة أبعد من انتخابات رئاسية أو حكومية في لبنان محاولة عزل رئيس التيار الوطني الحر ميشيل عون وكسره فقرة من صفحات الحرب الدائرة في المنطقة بين محورين وعلى قاعدة إن لم تتمكن من كسر الخصم حاول إضعاف حلفائه يدرك البعض استحالة كسر حزب الله ميدانيا في الداخل فيحاولون عبر حلفائهم في لبنان كسر المسيحيين المتحالفين مع المقاومة لكن سيد نصر الله قالها بوضوح حزب الله لن يقبل أن يكسر أي من حلفائه أو يعزل هو المعروف أنه لا يتخلى عن حليف له إلا إذا قرر هذا الحليف التخلي عن الحزب فكيف إذا كان الحليف هذه المرة التيار الوطني الحر راعي ورقة التفاهم حزب الله هو الذي وقف مع المقاومة في حرب تموز ووضع رقبته مع رقبتها وربط مصيره بمصيرها ومزج دماءه مع دمائها بحسب السيد نصر الله باعتبار المستهدف الآن فيما يجري من أحداث هذه الأيام هو العماد عون والتيار الوطني الحر فأنا أقول لهم أنتم مخطئون لن تستطيعوا أن تكسروه ولن تستطيعوا أن تعزلوه التزم السيد نصر الله ومن يقرأ السلوك السياسي المتراكم لحزب الله يعرف جيدا معنى التزامه بأي موقف حتى لو تطلب الأمر أن نزل إلى جانب الحلفاء إلى الشارع كما لمح في خطابه عن إمكانية انضمام شارع آخر إلى التيار الوطني الحر وأكد السيد نصر الله أنه لا يمكن عزل عون الوحيد الذي غرد خارج سرب التسويات الإقليمية والدولية التي جعلت لبنانا محكوما بتقاسم نفوذ خارجي العماد ميشيل عون ممر الزامي لانتخابات ويأسة فيكم تتجاوزوه فيكم تعزلوه ما فيكم نحن ملتزمون بهذا الموقف رفع السيد نصر الله صقف العلاقة التحالفية مع تكتل التغيير والإصلاح مؤكدا أنه ما في خندق واحد في القضايا الاستراتيجية وحتى في الشؤون الداخلية لمناقشة هذا الملف معي بالإضافة للدكتورة ليلى التي بقيت معنا في هذا الملف من بيروت الكاتب الصحفي في صحيفة النهار اللبنانية الأستاذ محمد نمر أستاذ محمد ينظر حاليا إلى رفض السيد حسن نصر الله كسر حليفه الجنرال ميشيل عون على أنه نوع من رفض كسره هو يعني هناك محاولة لكسر المسيحيين المتحالفين مع المقاومة وبالتالي ينظر بأن المقاومة هي المستهدفة من خلال هذا العزل أو الكسر نعم ولكن صراحة لا أحد يريد أولا كسر المسيحيين هذا أولا بالنسبة لخطاب السيد حسن أعتقد أنه اتفق الجميع نوعا ما على أنه خطاب هادئ هو دفع يعني كلامي معنوي للجنرال ميشيل عون ليس أكثر من ذلك ولو كان فعلا يعني يريد أساسا حزب الله نزول إلى الشارع لرأيناه في أول نزول وفي ثاني نزول هناك هذا الكلام يعني المعنوي والدفع الكلامي هو لرفع العتب ربما بينه وبين الجنرال ولاحظنا تأثيره على مقابلة الجنرال عون حيسو لاحظنا هذا الغزل ولكن على الرغم من هذا الدفع لا يمكن القول إلا أن حزب الله في بعض الأماكن لم يقف إلى جانب حليفه هذا أستاذ محمد يحتاج إلى أمثلة أمثلة التمديد الأول لمجلس النواب التمديد الثاني لمجلس النواب التأجيل تسريح قائد الجيش عماد قهواجي هل هذا كله يحصل من دون رضا حزب الله أعتقد أن حزب الله مصدوم من الحالة العونية في الشارع فهو ربما كان يحسب أن الشارع سيكون هناك العديد من الناس الألوف ولكنهم انصدم من هذا المشهد الهزلي لهذا يريد رفع المعنويات قليلا للعماد ميشيل العون ليس أكثر من ذلك طب أستاذ محمد ما الذي يمنع أيضا الحزب من النزول إلى الشارع لمساندة التيار الوطني الحر كما لمح ولم يصرح سيد ناصر الله نعم أولا هو السؤال هل حزب الله هو مستعد للنزول إلى الشارع أنا باعتقادي غير مستعد ولكن فلنأخذ خيارين الأول أن حاليا في المنطقة الإقليمية والأجواء التي تتحرك من تحركات دبلوماسية وغيرها أكان خصوصا من أجل الأزمة السورية وغيرها بعد الاتفاق النووي لا توحي أن إيران تريد أي تصعيد بل تريد التهدئة وخصوصا لحظنا هذا الأمر في مقالة وزير خارجية محمد جواد صريف في جريد تستفير فهذا لا يوحي أن حزب الله يتجه إلى التصعيد ولكن حزب الله طبعا على يقين أنا وأخرين أنه في حال قرر أن ينزل سينزل ولكن ليس في هذه المرحلة المشكلة الأكبر أن نزول حزب الله إلى الشارع سيدر بالجنرال ميشيل عون ولن يفيده لماذا؟ هناك فقط أمر إيجابي أنه سيثبت أنه إلى جانب حليفه وهو أن العدد سيزيد ولكن نزول أنصار حزب الله إلى الشارع سيكسر وجود العون وسيظهر مدى حجم عون في الشارع ببساطة كثير من النقاط أستاذ محمد أريد أن أخذ رأي ضيفة الدكتورة ليلى فيها أولا ما يتعلق بأن ما قاله السيد نصر الله هو فقط حالة معنوية لإرضاء حليفه لأنه تخلى عنه في مفاصل ذكرها ضيفي بالتفصيل منها موضوع التمديد للقادة الأمنية في عدة نقاط أنا سجلتها في عدة نقاط أول شيء بالنسبة للنزول إلى الشارع أو أن ينزل حزب الله إلى الشارع مع التيار الوطني الحر هذا ليس مطلوبا ولم يكن مطلوبا في أي وقت من الأوقات من قبل التيار الوطني الحر أول شيء لأنه ليس هناك حاجة ثاني شيء لأنه لو كان شخص واحد حامل علم حزب الله ونزل إلى الطريق لكان الأعلام المعادي للتيار الوطني الحر لقال أنه ليس هناك عونيون في هذه المظاهرة كلهم حزب الله وبالتالي لاحظوا هذا العالم وكانوا كبروه بشكل كتير كبير فهون كانت الحنكة السياسية والمعرفة نحن صرنا ملاحظين أنه الإعلام المعادي للتيار الوطني الحر دايماً بيصوب على ضقالة أو على أنه ما بقى عنده حدا الجنرال عون أو أنه هيدا التفاصيل هيدا واحد تاني شغلة أنه إذا ما كان عنده حدا روحوا على انتخابات لماذا تخشون الانتخابات فيلا روحوا على انتخابات وخلوا سناديق الاقتراع هي اللي تخلي تثبت أنه ما بقى عنده حدا العماد مشال عون تاني شغلة بأنه وصف الحالة العونية في الشارع بأنها حالة هزيلة أنا لا أتصور أنها كمراقبة لا أتصور أنها حالة هزيلة أول الشيء التيار الوطني الحر لم يقل أنه سوف ينزل بمظاهرات مليونية هذا واحد تاني شغلة أنه نحن خاصة يعني من عمرنا نحن مرأبين حركة الطيار الوطني الحر ما قبل الـ 2005 وما بعد الـ 2005 لما كانوا ينزلوا الشباب الجامعي أو كانت الحالة العونية قبل الـ 2005 كانوا ينزلوا أقل من هاودي بكتير وقد فوجئوا بهذا تسونامي اللي نزل بسبعة أيار 2005 ولاقى العماد عون وكانت مفاجأة للجميع فمقابل كل واحد ينزل على الشارع هناك حجم هائل من الناس أو من الشعب الصامت المأهور اللي بيأيد حركة العماد عون حتى لو لم يكن يعني بيأيده بمطالبه حتى لو لم يكن عونيا أو لم يكن من التيار الوطني الحر أما بالنسبة أنه المقاومة خزلت العماد عون لا نحن ما من نفترض أنه المقاومة خزلت العماد عون خاصة أنه ما حدا قال أنه التحالف هو أن تزوب حالي في حالي وأن يكون هناك عدم تمايز في بعض المجالات نحن منعرف أنه العماد عون وتياره عندهم مطالب ورفعين شعارات معينة بالمقابل المقاومة عند الهاجس المقاومة وعند الحرب الوجودية التي تقودها ضد التكفيريين في سوريا وحسبات أو الأجندة السياسية الداخلية بين الحليفين قد تتباين بأنه هلأ مش وقته وهلأ وقته ولكن على الخيارات استراتيجية بالتأكيد أنه هني رح يكونوا مع بعضهم أن هذه الحركة تحرج حزب الله لأنها حركة غير عقلانية هذا ما قاله ضيفي أنه قاله أحد الوزراء بالمناسبة أو نقل عن أحد الوزراء في الحكومة بأنها حركة غير عقلانية أنه ما بعتقد أنه لو كانت حركة تحرج حزب الله ما كان طلع السيد حسن نصر الله وبغض النظر إذا نحن كنا من أيد المقاومة ولا ما من أيدها أو من حب السيد حسن نصر الله أو ما من حبه ولكن الجميع يعرف حتى من خصوم وأعداء المقاومة بيعرفوا أن السيد حسن نصر الله لا يلقي الكلام جزافا وما بيلقي الكلام مشان هيك يبيض وجه مع فلان أو مع فلان عندما يقول يظهر بخطاب علني أسيد حسن نصر الله فهو يحدد سياسة حزب الله وستراتيجيات حزب الله وما بتصور أنه الكلام الواضح اللي قاله كان مجرد أنه والله عم بيبيض وجه مع العماد عون مش ما يزعل العماد عون طيب دكتورة ليلة تبقينا معنا وأيضا أستاذ محمد أن تضامن حزب الله مع التيار الوطني الحر يبدو انتصارا لمطالب يراها الحزب عادلة لكنه ربما يكون أيضا حرصا من تداعيات انفجار النظام السياسي اللبناني المشلول قراءة لقاسم عز الدين إلى تعميق هذه العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر السيد حسن نصر الله الذي يحذر الطبق السياسي من محاولة كسر الطيار الوطني الحر أشار إلى استعداد الحزب لتقديم التضحية في سبيل أخلاقيات سياسية يحرص عليها الحزب في التضامن مع حلفائه في مطالبهم المحقة لكن الأمين العام لحزب الله لم يتخذ في تحذيره قاعدة أنصر أخاك ظالما كان أو مظلومة بل حرص على عدم عزل الرئيس ميشيل عون من المشاركة في الحكومة وفي الانتخابات الرئاسية حماية للحد الأدنى من الاستقرار السياسي لهش مطالب الطيار في تمسكه بحق رئاسة الجمهورية وفي التعيينات الأمنية تسري على أنها مطالب شخصية وعائلية ولسيما أن الرأي العام الكاسح في لبنان بات على قلب رجل واحد في اتهام الطبقة السياسية بالفساد ووضع اليد على مؤسسات الدولة والثروة العامة غير أن هذه المحاصصة هي في لبنان منظومة سياسية تولي زعماء الطوائف الحق في تعيين موظفي الدولة وفي تقاسم أرزاق العباد وشواطئهم وحتى نفاياتهم الرئيس عون القادم حديثا إلى المشاركة في الحكم حاول تركيب عجلة صغيرة تحت المنظومة المتقادمة في اقتراحه تطبيق اتفاقية الطائف التي راهنت عليها الطبقة السياسية لتجديد النظام السياسي بعد الحرب حاول أيضا اقتراح إجراء استفتاء شعبي أو انتخابات رئاسية من الشعب لكن من دون جدوى التهمة التي تكال للتيار أنه حليف حزب الله فيما يسمى المشروع الإيراني ما أن يتطرق أحدهما إلى جوانب فاقعة في أزمة النظام أو حتى قبل أن ينبس أحدهما ببنت شفا حرصا على وقد الفتنة الطائفية كما يقول حزب الله نظام المحاصصة الذي تسعى واشنطن إلى تصديره للمنطقة العربية بعد العراق عصي على الإصلاح في لبنان بشهادة التهديد الدائم بالحرب الطائفية لمجرد التفكير بتغيير حجر لكن بعض الحكماء لم يفقدوا الأمل بأن يصلح العطار ما أفسده الدهر أعود إلى ضيفي من بيروت الأستاذ محمد نمر أستاذ محمد عندما نستعرض في هذا التقرير المراوحة أو حالة الاستعصاء في النظام السياسي اللبناني في كل ملف وفي كل تفصيل رئاسة الجمهورية النواب تعيينات كل شيء في لبنان يتحول إلى أزمة مهما كان أمر اعتيادي عندما يقول السيد نصر الله في موضوع الرئاسة أن الجنرال عون هو ممر إلزامي يقول في موضوع الحكومة الحكومة الفاعلة أيضا الجنرال ميشيل عون هو طريق إلزامي هذا بتقديرك يدفع إلى الإشارة إلى طريق الحل أم أنه نوع أيضا من المراوحة أو زيادة في الاستعصاء بالتأكيد خطاب السيد حسد نصر الله لم يفتح أي باب ولا أي أفق ولكن قبل أن أكمل في الإجابة أريد التعقيب على أن فعلا حزب الله محرج أمام التيار الوطني الحر لماذا؟ لأن الطيار الوطني الحر يصف طيار المستقبل بالداعشي وحزب الله يتحاور إذن مع الداعشي يعني نفى الجنرال عون في مقابلته مع المنار أن يكون التيار قد اتهم التيار المستقبل بالداعشي وإن نفاه نفاه خلال مقابلة واللافتات التي كانت في الساحة والتي لم تكن بريئة والتي رأينا أنها منظمة أشخاص يرتدون رداء داعش ولفتات ألوان داعش إلى آخره لا يمكن الآن أصرف النظر عنها فبالطبع هو أحرج حزب الله وأيضا السؤال في حال نزر حزب الله إلى الشارع هل سيبقى الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل الذي هو صمام أمان هذا البلد على الرغم أنه ما له نتائج فعليه فهنا السؤال وأيضا بالنسبة لزميلتي أنه لم يكن هناك أعلام لحزب الله ولكن شاهدنا لفتت انتباهنا الفنانة إليسا إلى سيارة لوحة سورية للاجئين سوريين طبعا على مستوى طبعا باللوحة يريد الوزير باسيل طردهم من لبنان يرفع العالم طيار العوني في التظاهرات قلت هذا طيار الوطني الحر متبني لقضية اللاجئين السوريين أي إخراج اللاجئين السوريين أو إيجاد حلهم في لبنان ولكن هذه نقاط أيضا مهمة خاصة فيما يتعلق بالإحراج لحزب الله بالنسبة للفنانة إذا بتهتم باللي بتعرفه أحلى ما بتتدخل بأمور سياسية أكيد يعني أنه عم بيستعير بوحدة ما بتستاهل يعني واحد يرد على المهم بتفهم بشي تاني مش بالسياسي أكيد أما بالنسبة للإحراج فأنا ما بشوف إذا كان أنه التيار الوطني الحر إذا كان في الآن إذا في خصومة سياسية مع التيار المستقبل أنا بتذكر أنه يعني نواب من تيار المستقبل يتحدثون بكلمات يعني كتير كبيرة عن حزب الله ويطلقون الاتهامات لحزب الله وبيحكوا كتير وبيعلوا السأف مع حزب الله وبالمقابل هناك حوار بين حزب الله وتيار المستقبل أنا بتصور أنه هذا هو الإحراج بالتحديد أن يكون هناك ازدواجية يقول أستاذ محمد بأنه النزول حزب الله إلى الشارع سينهي هذا الحوار ولكن خلينا نقول لنعترف شغلة أول شيء أنه هناك دايما ازدواجية لدى تيار المستقبل هناك تنسيق أو توزيع أدوار أو أجنحة ولكن أنا أفترض أنه توزيع أدوار هناك توزيع أدوار هناك البعض الذي يصعد ضد حزب الله ويتهمه بكل هذه الموبقات واستدراج الإرهاب إلى لبنان وإلى آخره وهناك جناح آخر يذهب إلى الحوار مع حزب الله ولكن هذه الازدواجية لم تشكل إحراجا لحزب الله وبعد أكتر من هك نحن لما نزلوا بعض الغوغاء ليقطعوا الطرقات ضد وزير الداخلية ردا أو اعتراضا على ما حصل في سجن رومي من تعذيب للسجناء وهو تعذيب مرفوض أنا أرفض التعذيب بشكل أساسي ولكن نزل بعض الغوغاء وقطعوا الطرقات لاحظنا أنه الإعلام ما بيطلعوا قدش بدون يكونوا هالغوغاء اللي قطعوا الطرقات عشرة بس لماذا تسميهم غوغاء إذا كانوا يتظاهروا بشكل سلمي؟ لا يتظاهرون ويقطعون الطرقات ويولعوا دوليب أكيد لا هذا عمل توليع الدوليب وهو عمل غوغاء من الاعتداء على الجيش وسقوط الغوغاء ولكن هؤلاء الغوغاء قدش بدون يطلع عددهم؟ عشرة، عشرين، ثلاثين شخص لاحظنا أنه الإعلام يقول أنه الشارع السني لم يعد موالي للمستقبل أو وصفهم بأنهم الشارع السني إذا تتصور أنه عشرة أو عشرين شخص بمثل الشارع السني في لبنان وحركة الطيار الوطني الحر بما يمثله من نواب ومن وزراء ومن قدرة بالشارع المسيحي ما يتمثل المسيحيين تصور أنه هذا ما يفرزه وحدير الدولي الكل ليس هناك طائفة قائدة الكل مغبون في لبنان وهذا نوع من أنواع تطور الفكر حتى قال أنا أنتمي إلى مدرسة إسلامية وهو يتحدث عن هذا الموضوع أنا أنتمي إلى فكر إسلامي ومدرسة إسلامية وأقول حول موضوع الشراكة هذا الرد عليه كان أتمنى أن يتوقف الخطاب هنا بالنسبة لموضوع تيار المستقبل ورد السيد سعد الحريري يعني كانت لافتة العبارة التي أطلقها ولا بالمناسبة أنه ليست أول مرة السيد حسن نصر الله يتحدث عن الدولة العادلة يعني نحن كنا دايما خاصة خطاب ما بعد الانتصار بألفان وستة تحدث عن الدولة العادلة وبأكتر من مجال تحدث عن الدولة العادلة وكان لافت أنه نعم نحن جميع مكونات الشعب اللبناني نتشاطر الغبن ونتشاطر الخوف على الوجود وما حدا كافل أنه يبقى بلبنان أو حتى تبقى وجوده مصان وليس هناك دولة قائدة ولكن الذي يعيبه الرئيس سعد الحريري على السيد حسن نصر الله أنه وقف بجانب العماد عون يعني ما كانت مستغربة أن يقف السيد حسن نصر الله إلى جانب العماد عون بهذه الموضوع يعني أنا هون بدي ألفت لشغلي أنه الحملة على العماد عون أو المحاولة كسر العماد عون ومن بعده كسر المسيحيين أو أنه تهميش المسيحيين هذه منا جديدة بتاريخ لبنان لكن هذه نفية دكتورة تم نفيها من قبل سيد سعد الحريري تم نفيها طوال النهار طوال النهار هذا اليوم نفي الكسر كلمة الكسر أو كلمة العزل لا أحد يريد أن يكسر أو يعزل هكذا ولكن كل الحركة السياسية أنه ليس بالنهاية هي خطاب أو كلمة كسر كل الحركة السياسية التي استجدت بهذه الفترة الأخيرة كانت تشبه إلى حد ما الحركة السياسية التي كانت لواكبة التسوية التي حصلت بالطائف عندما تكاتف كل أمراء الحرب وأمراء الميليشيات لكي يعزلوا هذه الحالة التي تقول لا للاستاتيكو أو تقول لا للصفقات على حساب لبنان ومنلاحظ أنه نفس القوى السياسية التي وقفت في ذلك الزمان هي زيتها نفس الأصحاب رؤوس الأموال المافيات مافيات رؤوس الأموال نفس أمراء الميليشيات رجعوا تكاتفوا لكي يحاصروا هذه الحركة التي تقول نحن نريد الشراكة نحن نريد الدولة العادلة نحن نريد عدم التمديد احترام الدستور والقوانين بالنهاية نحن الموضوع التمديد هو انطلاقة من الدستور والقوانين بشو بينفرق نحن عانون طيب أشكرك جزيلا شكر دكتورة ليلى نيقولة الرحباني لخصائف القانون الدولي وعلاقات دولية وأيضا كل الشكر ساذ محمد نمر الكاتب الصحفي في صحيفة النهار اللبنانية كان معنا مباشرة من بيروت